نها ما لن أكون الشخص الذي يمهد الطريقة لهيربات كيكل النمسا تبحث تعزيز مكافحة الهجرة غير شرعية وسط ضغوط أوروبية شالنبرغ يؤكد على أهمية الدبلوماسية واستمرار القوات النمساوية في لبنان مدهمات ضد متطرفين من المشهد الداعشي والنازي في النمسا السفلة طرد سائق حافلة في فين بعد توجيه إهانة عنصرية لمرأة محجبة تراجع مستورة فهية في النمسا بسبب التضخم والأزمات المتتالية والنمسا متأخرة في الدفع غير النقضي رغم نمو العملات الرقمية مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أعلناك عن نيهاما رئيس حزب الشعب النمساوي أوفو بي عن رفضه القاطع للتحالف مع رئيس حزب الحرية هيربات كيكل وكان الرئيس النمساوي قد كلف الأحزاب المعنية وهي حزب الحرية النمساوي وحزب الشعب أوفو بي والحزب الاشتراكي النمساوي بإجراء حوار مشترك ورفض نيهاما بشكل قاطع هيربات كيكل كحليف سياسي موضحا أن الأمر يتعلق بالمسؤولية السياسية وليس بمشاعر شخصية كما أشار إلى أن كيكل أثبت عدم استعداده لتحمل المسؤولية وأكد أنه لن يمهد الطريقة له تواجه سياسة لجوء في الاتحاد الأوروبي ضغوطا متزايدة التحتزم إيطاليا بدء تشغيل مخيمات للاجئين في ألبانيا هذا الأسبوع بينما أعلنت بولندا تعليقا جزئيا لحقوق اللجوء لمن دخل البلاد بشكل غير قانوني وفي ألمانيا كشف المستشار أولاف شولتس عن خطط لتعزيز عمليات الترحيل مشددا على أن من لا يملك الحق في البقاء يجب أن يغادر البلاد وتأتي هذه التحرقات قبل اجتماع المجلس الأوروبي الذي سيبحث الهجرة ويشمل النقاش تعزيز مراقبة الحدود وتسريع عمليات الترحيل واستقبل المستشار النمساوي كارنيهاما رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا لإجراء مناقشات حول مكافحة الهجرة وتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي أكد وزير خارجي النمساوي ألكساندر شالنبرغي في مقابلة مع برنامج تيب تفاي على أهمية الدبلوماسية والحوار للتحقيق السلام في ظل التوترات في الشرق الأوسط وأشار إلى أن أي هجوم على قوات الأمم المتحدة يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولية وردا على تقارير تفيد بإطلاق إسرائيل النار على قوات حفظ السلام كان شالنبرغي حذرا في وصف الأفعال بجرائم حرب كما شدد على أهمية استمرار وجود القوات النمساوية في لبنان رغم التحديات مؤكدا أن الانسحاب غير وارد حاليا نظرا لدورهم الحيوي في دعم الأمن بالمنطقة نفذت وحدة حماية الدولة في أن نمسا سفل عمليات مكثفة ضد جماعات متطرفة حيث تم اعتقال عدد من الأشخاص المتورطين في أنشطة إرهابية وشملت الاحتقالات شابا من شمال مقدونيا يشتبه في نشره دعاية لتنظيم داعش ومحاولة تجنيد شباب وشابا سوريا بتهم الدعوة للجهاد وأكد وزير الداخلية جيرهات كارنا أن السلطات ستواصل مقافحة التطرف بكافة أشكاله كما أشار إلى نجاح آخر ضد شبكة يمينية متطرفة حيث عثر على أسلحة مخبأة لدى المشتبه بهم فيما تم تقديم بلاغات ضد نحو مئة شخص على صلة بهذه الشبكة المتطرفة تعرضت أم شيشانية في فيينا لإهانة عنصرية من سائق حافلة أثناء رحلتها مع أطفالها الثلاثة ووفقا لصحيفة هويتا كان السائق قد انتقد رائحة البيتزا التي تحملها الإبن القبرى وقال بفضاضة اخروجية زنجية مما أثار حالة من الفوضى في الحافلة ولاحقا نزلت الأم مع أطفالها لتواجه السائق إلا أنه أغلق الأبواب وواصل القيادة بدون الأطفال ووصفت شركة بلاغوس التي تدير الحافلة الحادثة بأنها غير مقبولة وأكدت أن السائق يواجه خطر الفصل نتيجة هذا السلوك العنصري أفادت غرفة العمال أرباية قام في تقريه السابع حول الرفاهية في النمسا أن البلاد تواجه تراجع ملحوظة في العديد من المجالات نتيجة الأزمات المتتالية وأكد ماركوس ما تباوى كبير الاقتصاديين في الغرفة أن التضخم هو أحد الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض مع الإشارة إلى أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات كبيرة وعلى رغم من بعض التحسينات الطفيفة في حماية المناخ خاصة في وسائل النقل العامة إلى أن مجالات أخرى مثل توزيع الثروة والتوظيف وجودة الحياة شهدت تطهورا واضحا وأضافت سيبل ميركباوى أن المال أصبح غير كافل لتلبيات الاحتياجات الأساسية كشف تقرير نشرته بوستون كونسالتينجو جروب أن النمسا تعد من الدول المتأخرة في اعتماد الدفع غير النقدي مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي حيث يفضل النمساويون الدفع نقدا ووفقا للتقرير بلغ متوسط العملات الإلكترونية في النمسا 300 معاملة للفرد في عام 2023 مما وضعها في الثلث الأخير بين 16 دولة أوروبية وتصدرت النرويج القائمة بمتوسط 815 معاملة للفرد على الرغم من ذلك شهدت النمسا نموا ملحوظا في المعاملات الرقمية بنسبة 16.3% عن العام السابق وعلى الصعيد العالمي ارتفعت إرادات قطاع الدفع من 1.6 إلى 1.8 تيرليون دولار أمريكي في عام 2023 كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم والمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم كنت معكم أنا بوثينا سلام أمسية سعيدة وإلى اللقاء